السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم خبر صار جدا اصدقائي البوكو فون تعود من جديد بعد النجاح الساحق الذي حققه البوكو فون عام 2018 بما كان يقدمه من امكانيات قوية جدا تصل الى امكانيات الفلاكشيب في ذلك الوقت مع سعر قليل وقليل جدا مما جعله قاتل الفلاكشيب الاول في ذلك العام وفي هذه السنة اصدقائي البوكو فون قررت الاستغناء على الشاومي لتفتح الشركة بمفردها معلنة على جهازها الثاني بعد البوكو فون والاول بما انها الشركة اصبحت منفصلة على الشاومي هذا الجهاز اطلقت عليه الشركة اسم بوكو اكس 2 السؤال هو هل سيكون الاكس 2 بقوة الفون في ذلك العام ليصبح لدينا قاتل جديد للفلاكشيب في هذه السنة هذا ما سنعرفه في الفيديو فلا تنسى الاعجاب به بالنقرة على الزر لايك سبسكرايب وانتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد لايعد البوكو اكس 2 خالفة البوكو فون ولكن كما كان متوقع هو ريدمي كي 30 التي تمت اعادة تسميته في هذا الوقت الى بوكو اكس 2 في الصين عيث يأتينا الهاتف مع سناب دراجون 730 جي مع واجهة ميو اي 11 كما يأتينا بثلاث نسخ تأتينا النسخة الاولى مع 6 جيجا رام و64 جيجا كمساحة داخلية النسخة الثانية تأتينا ب6 جيجا رام و128 جيجا كمساحة داخلية اما النسخة الثالثة فتأتينا مع 8 جيجا رام و256 جيجا كمساحة داخلية يأتينا الجهاز مع شاشة 6.67 انش بدقة فول HD بلاس مع ريفرش ريت يصل الى 120 هرتز كما تحتوي الشاشة على ثقب يمين الجهاز للكاميراتين الام 200 تأتينا الكاميرا الاولى بدقة 20 ميجا بيكسل والكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بيكسل ظهر الجهاز يحتوي على اربع كاميرات الكاميرا الاساسية بدقة 64 ميجا بيكسل الكاميرا الثانية كاميرا الترا وايد بدقة 8 ميجا بيكسل لتصوير الزاوية الواسعة كاميرا الثالثة كاميرا ماكرو لتصوير الاشياء القريبة تأتينا بدقة 2 ميجا بيكسل أما الكاميرا الرابعة فهي كاميرا Depth Sensor تأتينا أيضا بدقة 2 ميجا بيكسل يأتينا الجهاز بيو اس بي سي مع بطارية ضخمة تصل إلى 4500 ميلي أمبير كما يأتينا مع شاحن سريع بسرعة 27 وات سعر الجهاز يبدأ من 225 دولار للنسخة الأصغر نسخة الـ 64 ليصل إلى 280 دولار للنسخة الأقوى وهي نسخة 8 جيجا و 256 جيجا للمساحة الداخلية أسعار ممتازة مقابل الإمكانيات القوية التي يقدمها الجهاز كما عوادتنا الشركة هنا ينتهي الفيديو أصدقائي إذا أعجبكم لا تنسوا الإعجابة بالنقر على الزر لايك سبسكرايب ولا تنسى أن تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد إلى اللقاء وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر